عايزة تكلم شوية عن أبطال الرواية احنا عندنا ناقل سويدان قلنا ده البطل الظاهري مين البطل الخفي عز الدين عز الدين احكينا شوية تفاصيل عن أبطال الرواية بسيطة ناقل سويدان هو البطل اللي تكلمنا عليه وهو الشخص اللي حبيت أظهر فيه يعني الأحاسيس اللي ممكن تكون في السن ده وفي العمر ده هو أستاذ لغة عربية في ناقل سويدان كان هو وكان له اتنين أصدقائه الأصدقاء القدامى دول أنا كنت يعني كنت عايز أو كنت أصد بيهم أن احنا نعرف ناقل سويدان أستاذ اللغة العربية والأستاذ فكري ده أستاذ التاريخ والمستشار فاروق مستشار آدي سابق كما كلهم متقعدين ولكن هي دي الفكرة أنا كنت عايز الرمزية دي أن ناقل ناقل من ال يعني اسم ناقل هو من النايل أن هو ينول فهو كان فيه حاجات الأحلام اللي كانت جواه كان نفسه أنه ينولها فكري لأن التاريخ لازم يصاحبه الفكر يعني التاريخ مر بأوقات كتير من التدوين ولكن في العصور الحديثة بدأ يدخل فيه الفكر أنه نحن الفكر النقدي مش النقلي يعني كان زمان لو أنت شفتي مثلا البداية والنهاية لابن كسير تاريخ الجبرتي كل دول كانوا بيعتمدوا وهم في وقتهم كان المنهج البحسي كان منهج نقلي أكتر منه نقدي فكانوا بينقلوا الأحداث لكن لما نيجي نقضها أو نفكر فيها بفكر ونشوف التاريخ وإحنا مسكين خريطة ونشوف تأثيرات الدول في بعضها والتأثيرات الثقافية والحضارية اللي حصلت لازم عندنا جزء من النقد أو أن احنا نفهم الجانب الثالث من شخصية نائل كان صديقه اللي هو المستشار فاروق يعني رمزية الفاروق أو اللي هو العدل فالثلاث حاجات دول نائل اللغة العربية ده علم الكلام أو هو الكلام هو الراوي هو اللي بيحكي هو اللي بيقول والتاريخ إن احنا لازم التاريخ ده نعرفه ولازم نعي نتعلم منه نعي ونفهم إن التاريخ هو زي كائن حي يعني احنا قلنا كده في الرواية هو كائن حي زي ما يكون شاب صغير أي دولة في الدنيا أو أي أمة هي بتمر بمجموعة عصور زي البني آدم بالزبط كان والطفل هي بتبقى لسه في مهدها ثم بتشب وتمتلك القوة والسطوة ثم بعد فترة بيحصل لها إنها كبرت وتمتلك الحكمة ثم بعد فترة بتعجز بتشيخ وتتفكك الدولة ودولة تانية بتيجي التاريخ كله كده يعني لو احنا مسكنا التاريخ من مراحل آه بنلاقي إن كل دولة ليها مجموعة مراحل بتحصل لها والدولة بتكبر لو أنت جرريتي ده بتصوير سريع حتلاقي إن الدول عمالة بتكبر وتصغر ودولة تانية تكبر جنبها وتصغر وهكذا التأثيرات دي هي دي كانت شخصية نائل سويدان اللي كان فيه كل المراحل دي أو العصور المختلفة اللي حدوتك ذكرتها شخصية عز الدين هو لو قلنا إن الرواية انعكاس للواقع فشخصية عز الدين هو في الحقيقة اسمه عز الدين الأحمدي أنا أصدت بالانعكاس ده لو إحنا عكسنا الواقع لو أنت عكستي اسم عز الدين الأحمدي هتلاقيه تقريباً أحمد عبد العزيز يعني آآ أوكي لأن هو زي ما كتبت في المقدمة بتاعت الرواية أن أنا استلهمت الفكرة دي من موقف أنا مريت بي يعني فعله